السلام عليكم حبيباتي كيف ديرين تخباركم لابس عليكم جبت لكم دعاء غرض دير هذي الدعاء غرض واحد هو انه اللي عنده بيت عنده الدار دياله وبغى شي دار وبغى يصلحها او بغى يبني محسن منها او بغى يشري محسن منها هذي الدعاء خصيصا لهذه الغرض ولا يحلو الكلام اللي بالصلاة والسلام على حبيب الله علي ابو الصلاة والسلام احنا تنخضو من ادعية رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك الناس يريدون بيتا افضل مما عندهم او يبارك الله له في منزله في منزل سيشتري او سيبني بيت جديد او يتحسن البيت الذي هو فيه دعاء لهذا الغرض هو رسول الله يقول علي ابو الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وهذا الدعاء وستجدون باذن الله اطار الدعاء سبحان الله العلي العظيم سيوسع في بيتك وفي رزقك افضل اوقات للدعاء هو التلت الاخير من الليل وما هو التلت الاخير من الليل هو من الواحدة حتى من الواحدة والنصف ليلا صباحا تقريبا صباحا حتى الفجر هذا هو التلت الاخير من الليل ففيه ينزل رب السماء الى السماء هذه السابعة اللي احنا فيها ويقولوا شكل عنده شي طالبان اللبه لي وشنو باقي بغينا الله يسمح للنوصفي الله يسمح للنوصفي او بعد دبور صلاة الفجر فهكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم دبور صلاة الفجر يقول هذا الدعاء وستلاحدون العجب سبحان الله وستلاحدون العجب هذا الدعاء قلت لكم لشراء بيتا جديد او تجميل او تزيين او اعادة بناء المنزل الذي انتم فيه او شراء منزل اجمل او بناء منزل اجمل بإذن الله هذا هو الدعاء لهذه الاغراض صفي وستجدون فرقا كبيرا بإذن الله تعالى ستجدون فرقا كبيرا بإذن الله تعالى واتمنى اني اعجبكم هذا الفيديو ولا تبخلوا علي بالاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد وتعليقاتكم المحفزة التي تجعلني نقلب ونزيد ونجيب لكم ادعية ومستجابة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة